نحن نقرأ في زيارة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ماذا نخاطبه؟ السلام عليك يا محمد ومحمد ليس بحاجة إلى أوصاف محمد تكفي السلام عليك يا محمد هذا الاسم الذي يعل على القيود لا يحتاج إلى أوصاف السلام عليك يا محمد هنا في مقام الإطلاق من دون أوصاف من دون قيود السلام عليك يا محمد الذات التي تتأبى على القيود فإني لا أحب القيود في معصميكي ذات تتأبى على القيود جمالها في عدم قيودها فإني لا أحب القيود في معصميكي السلام عليك يا محمد السلام عليك يا أحمد هذه عنوين تتنزه عن القيود تتنزه عن الإضافات أجلى أجلى من أن توصف بأنها رسول الله رسول الله من مقاماته لكن الخطاب هنا مع المقام الأسمى نبي الله خاتم الأنبياء من مقاماته لكن محمدا هنا أسمى 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 نور على نور السلام عليك يا محمد الاسم المنزه عن القيود عن الإضافات في حالة الإطلاق في عالم الإطلاق السلام عليك يا محمد السلام عليك يا أحمد وكلمة محمد وكلمة أحمد بحاجة إلى شرح إن شاء الله في وقت آخر أشرح هذين الإسمين الشريفين فلكل اسم ولكل وصف ولكل لفظة من هاتين اللفظتين كلام طويل في شرح معناهما إن شاء الله في وقت آخر أتناول شرح هذين الإسمين الشريفين السلام عليك يا محمد السلام عليك يا أحمد السلام عليك يا حجة الله على الأولين هذه قيود في البداية الخطاب على وجه الإطلاق كما يقول الشاعر فإني لا أحب القيود في معصميكي هنا ذوات هنا أسماء مقامات منزهة عن القيود السلام عليك يا محمد السلام عليك يا أحمد السلام عليك يا حجة الله على الأولين والآخرين والسابق والسابق إلى طاعة رب العالمين والمهيمن على رسله هذه مقاماته لننتبه إلى العبارات السلام عليك يا محمد السلام عليك يا أحمد السلام عليك يا حجة الله على الأولين والآخرين والسابق إلى طاعة رب العالمين والمهيمن على رسله له الهيمن والمهيمن على رسله فهم رشحة من نوره والمهيمن على رسله والخاتم لأنبيائه والشاهد على خلقه شاهد على الجميع والشفيع إليه والمكين لديه والمطاع في ملكوته الملكوت ما وراء ظاهر الوجود الأحمد من الأوصاف المحمد لسائر الأشراف وهذه من مجالي معاني بسمين الكريمين ما عندي وقت أن أقف عند هذه العبائر الأحمد من الأوصاف المحمد لسائر الأشراف الكريم عند الرب والمكلمة من وراء الحجب الفائز بالسباق هو الفائز الأول والفائت عن اللحاق لا يلحق لا يسبق هذه أوصافه الفائز بالسباق هذه العترة التي نسلم عليها وعترة خيارة رب العالمين هي عترة هذا الأحمد من الأوصاف المحمد لسائر الأشراف هي عترة هذا الموصوف بهذه الأوصاف بكل هذه الأوصاف وبما هو أعظم من هذه الأوصاف وكل هذه الأوصاف تتجلى في عترته وتظهر في عترته فحين نخاطبهم وسلالة النبيين وصفوة المرسلين وعترة خيارة رب العالمين إنما نعني هذه المعاني ونقصد هذه الأبعاد لخصتها في هذه الكلمة القرآنية نور على نور السلام عليكم يا نورا على نور السلام عليكم يا نورا على نور وينتهي الكلام شكرا لكم